بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم سأشرح لكم درسا بعنوان الصفة المشبهة إذا ما أتينا لتعريف الصفة المشبهة سنجد أنها اسم يشتق للدلالة على الحدث ومن أو ما يتصف به اتصافا دائما أو شبه دائم فمن هنا عزيز الطالب تخص العاقل كالإنسان أما ما فتخص غير العاقل كالجماد أو الحيوان أو ما إلى ذلك فكل الأسماء المشتقة للدلالة على الاتصاف الدائم أو شبه الدائم بالحدث نسميها في علم الصرف صفة مشبهة ولعلك تسأل لما سميت بالصفة المشبهة والجواب لأن هذه الصيغة تشبه اسم الفاعل في دلالتها على من يقوم بالحدث أو يتصف به لكنها تختلف عن اسم الفاعل في ثباتها في الموصوف بها سواء كان هذا السبات دائما أو شبه دائم والآن نتعرف سويا على صيغ الصفة المشبهة الصيغة الأولى هي صيغة أفعل التي مؤنثها فعلاء كقولنا أحمر حمراء وأحور حوراء وصيغة فعلان التي مؤنثها فعلة كقولنا غضبان وغضبة وجوعان وجوعة وصيغة فعال كقولنا جبان وصيغة فعل كقولنا بطل وصيغة فعال كقولنا شجاع وصيغة فعل كقولنا سهل وصعب وصيغة فعل كقولنا جشع ونهم وبشع وصيغة فعل كقولنا مر وحل وصلب وحر وصيغة فعل كقولنا طاهر وفاضل وماجد وصيغة فعل كقولنا طويل فقير بخيل جريء ومريض وإذا ما أتينا إلى ملخص الدرس نستطيع أن نقول إن كل سور الصفة المشبهة تأتي على هذه الأشكال فكل ما دل على لون كأحمر حمراء وكل ما دل على عيب كأعرج وأخرص وكل ما دل على حلية كأكحل وأحور وكل ما دل على فراغ كجوعان وعطشان وكل ما دل على امتلاء كشبعان وريان وكل ما دل على ألم أو فرح داخلي كغثيان وفرحان وكل ما دل على مذاق كحلو ومر وحامض وعذب وفرات وأجاج وكل ما دل على صفة مادية كطويل وقصير ونحيف وسمين وكل ما دل على صفة معنوية كقبيح وجميل وكريم وشديد كل هذه الصور هي الصور التي تأتي فيها الصفة المشبهة والآن حان وقت التدريبات لنرى كيف استفدتم من شرح الدرس السؤال يقول هات الصفة المشبهة من الأفعال الآتية الفعل ضخمة والفعل مرحة والفعل خجلة والفعل سمحة والفعل حمرة تذكر عزيز الطالب ما قلناه آنفا وتذكر كيف نستطيع أن نصوغ الصفة المشبهة من هذه الأفعال والآن هيا نتعرف على إجابة هذا السؤال الفعل ضخمة الصفة المشبهة منه تأتي ضخم أما الفعل مرحة فتأتي الصفة المشبهة منه مرح والفعل خجلة تأتي الصفة المشبهة منه خجل والفعل سمحة تأتي الصفة المشبهة منه سمح والفعل حمرة تأتي صفته المشبهة للمذكر أحمر وللمؤنثة حمراء وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من شرح الدرس أسأل الله التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته